يبحث وزير الخارجية سامح شكري مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بمقر وزارة الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في غزة ووصول المساعدات الإنسانية للقطاع كما يعقد شكري جلسة مباحثات ثنائية مع إيفان خيل بانتو وزيرة خارجية فانزويلة ويعقب اللقاء عقد جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وأهمية التوصل إلى حل طويل الأمد على أساس حل للدولتين وتطبيقه من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال وزير الخارجية في تصريحات تلفزيونية إن الأحداث المؤلمة في غزة تمثل تذكيرا صارخا للمعايير المزدوجة التي لا تمكن المجتمع الدولي من معالجة قضايا المبادئ بصورة عادلة وأضاف شكري أن حل الدولتين لا يزال هو الحل للصراع بموافقة المجتمع الدولي مطالبا المجتمع الدولي أن يكون أكثر فعالية في تنفيذ مفهوم حل الدولتين بدلا من التطلع إليه